نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشان إصدار قرار بعقد ثلاثة امتحانات ورقية بديلة عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على استمرار النظام التقييم لصفوف النقل من الصفة السادس الابتدائي حتى الثاني الاعدادي دون أي تغيير موضحا أن الطالبة يقوم بتأدية ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الثاني تنقسم إلى اختباري شهر والاختبار الثالث هو اختبار نهاية العام الدراسي 2023